بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد حينما نتكلم في العلم وننتقد بعض الجماعات أو بعض الأشخاص يهجم علينا بعضهم بقوله رحم اللهم رأى أن جب الغيبة عن نفسه أو ذب الغيبة جب يجب ينقطع يقطع ذب يذب يعني ذب الذباب أي طرده هكذا رحم اللهم رأى أن جب الغيبة عن نفسه وبعضهم يتوهم أن هذا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك ليس من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه اللهم رأى أن جب الغيبة عن نفسه كلام حسن ليس فيه قبح وأصله أصل هذا المعنى جاء في الحديث الصحيح حينما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي ومر ورآه بعض الصحابة فأسرعوا المشي فقال إنها صفية بنت حيي إنها فلانا إنها صفية يعني قالوا يا سبحان الله أنت يا رسول يعني لا نشك فيك يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن عدم مجرى الدم من العروق فالإنسان يبعد نفسه عن مواضع الشبهات هذا شيء حسن ولذلك بعض المتصوفة ممن يسمونهم الملامتية نحن نرفض طريقتهم هذه ولا أعلم في الشاذلية ملامتيا واحدة لا أعلم في شيوخنا الشاذلية ملامتي الملامة ما هو هو الذي لا يظهر خيرا ولا يبطن شرا لا يظهر خيرا ولا يبطن شرا لا يظهر خيرا حتى يعني لا يعظمه الناس وأيضا خشية الرياء ولا يبطن شرا يعني سريرته سريمة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ولكن هذا الباب توسع جدا حتى صار بعضهم يأتي إلى مواضع الشبهات حتى يشك الناس فيه إيش هذا هذا مخالف لشريعة الإسلام فنحن نرفض هذا النوع من التصوف جب الغيبة وذب الغيبة يا أخي أن تكون في مواضع الشبهات ليس أن تنتقد واحدا من الناس أو ترد على واحد منسوب للعلم أو ترد على عصابة متكتلة لها فكر معين ولها مخالفات شذوذات عن منهج أهل العلم نحن إذا أي جماعة ترد عليها الآن سيهجمون عليك لماذا؟ لأنه تكتل تعصب فإذا الناس كنت من أجل أن يرضى هؤلاء الناس قالوا والله حتى لا يغتابك الناس لا يغتابوا يغتابوا حتى أنا سامحتكم فيها الغيبة أنا سامحتكم فيها أنا بالنسبة لي أسقطت حقي في هذا الباب يعني لأنه سيعلمكم مثل المجنون هذا الذي يضرب الطبيب الطبيب ماذا؟ يضربه أيضا؟ الطبيب سيكون مجنون مثله يصبر عليه فنحن الحمد لله في فضلاء كثير لا نتكلم عن هؤلاء لكن في بعض أولاد شوارع يتكلم يشتم صباح مساء نصبر عليها على هؤلاء ولا ندعو عليهم ربما نحضره حتى يرتاحه حتى لا يتعب في التعليقات لأنها تشوش وتشغب فذب الغيبة أو جب الغيبة هذه العبارة التي قالها الناس قالوها معناها أن إنسان ليس معناها أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ليس معناها أنه يحذر من أهل الباطل إنما معناها أن لا تكون في موضع الشبهات بحيثها والله فلان كان في المكان الفلاني مكان للفساد والدعارة ما تفعل فيه هناك قالو الله أنا لي حاجة هنا ما حاجة كلها في هذا الوقت هذه شبهة ابتعد عنها هذا معنى قولهم جب الغيبة عن نفسه هذه ليست حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلح أن ترد بها الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ولا حاديث الكثيرة هذه مشكلتنا مشكلة المسلمين الآن هي قلة العلم يسمع عبارة شائعة وربما آلاف الناس يرويها على أنها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظن أنه يتبع السنة بهذا الأمر ويبقى ساكتا طيلة حياته يكون شيطانا أخرس ما أقول حديثا ولا أقول هكذا هكذا يكون شيطان أخرس هذا مجاز عليك أن تعلم الله تعالى أمرنا بالبيان لتبيننه للناس ولا تكتمونه فلا يجوز كتمان شيء من العلم وإن أغضب الجماعة ماذا لو وقف علماء الأزهر الشريف وعلماء أهل السنة في كل بلاد الله ضد الفتنة الوهابية وقفة رجل واحد ولم يحصل اختراق لهم ماذا لو وقفوا جميعا وشدوا على يد الإمام الكوثري والإمام يوسف الدجوي والإمام السلام العزامي وسائر الأئمة العظام الذين حذروا الناس من الفرق الضالة ومن فرق يعني سكتوا عنهم في البداية ما عليش من أجل واحدة الكلمة وجمع الكلمة وكذا وكذا بعدين في الأول قالوا نحن وهابية بعدين قال لا ما نحن وهابية نحن سلفية طيب خطوة ثانية بعد ذلك قال لا نحن أهل السنة والجماعة يا سلام ثم ماذا قال لا أخرجوا البيوض البيوض أخرجوها ونحن نبيض مكانها بعض مكانها تمام طائر الوقواق طائر الوقواق ثم طائر الوقواق الفرق ماذا فعل طرد طرد صاحب العش الأصلي وجلس مكانه راجع درسنا طائر الوقواق كل هذه القصص كل هذه الأشياء كل هذا البلاء جاءنا من هذه الأهوام الشائعة جب الغيب عن نفسي جب الغيب عن نفسي لا ترتكب من الموبقات ولا تضع نفسك في مواضع الشبهات ليس يعني في الرد العلمي نعم فهذا توضيح لا بد منه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله سنة محمد وصحبه أجمعين ولا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم